أكثر من 18 مشروع أخضر مستدام ما بين مشروعات قومية ومتوسطة وصغيرة ومشروعات مرأة بتستعد لتمثيل مصر في مؤتمر المناخ كاب 28 خلال أيام الحقيقة فيه تركيز كبير مش بس على المستوى الرسمي لكن كمان على مستوى المشروعات الصغيرة للتوجه نحو المشروعات الخضراء وأعتقد ده كانت توجه موجود في الدولة المصرية المدينة التحول للاقتصاد الأخضر والمبادرة القومية للمشروعات الخضراء مبادرة يعني غير مسبوقة عالميا وانطلقت من كوب 27 السنة اللي فاتت وكان لها تأثير مهم جدا تعالوا نتعرف مع حضراتكم على أهم المشاريع اللي تم تأهلها والمشاركة بشكل كبير فيها مع سعد سفير هشام بدر المنصق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية صباح الخير على حضرتك يا فاند صباح نور يا فاند على حضرتك ومشاهدين مبادرة غير مسبوقة عالميا انفردت بيها مصر حابين نتعرف من حضرتك على تفاصيل المرحلة التانية من هذه المبادرة المراحل اللي مرت بيها احنا عارفين ان حوالي اكتر من 5600 مشروع تقدموا من كافة محافظات مصر بمشروعات خاصة بإدماج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستدامة حابين نعرف تفاصيل المرحلة التانية فاند اولا انا احب اشكر من خلالكم كل من تقدم المشروعات يعني مش بس الثمنتاشر اللي فازوا لكن لا السنة اللي فاتت تقدمت 6600 مشروع والدورة التانية دي تقدمت لما سياتك تفضلت لخمسلاف ستويت مشروع واحنا بنعتبر ان كل دول فائزين مش اللي قدموا مشروعات ثم اللي دخلوا في التصفير النهائية اللي هم حوالي 162 مشروع ثم اللي تم اختيارهم الثمنتاشر مشروع السنة اللي فاتت والسنة والسنة دي يوم 9 نوبمبر كان فيه مؤتمر حضره دكتور مصطفى مدوري رئيس مجلس الوزراء وتفقد المعرض اللي فيه 162 مشروع المؤهلين النهائيين وكان فيه طبعا اعجاب من جميع الوزراء والمشاركين بال162 مشروع من جميع المحافظات وتم دعوة للمؤتمر ده الممولين والمستثمرين لان الفكرة ايه انت بتطلع مشروعات والناس بتقدم مشروعات رائعة غير مسبوكة فيها فكر ولازم حد يمولهم وبالتالي انت بتعرض المشروعات دي اولا وطنية دايما عرضناها يوم 9 نوبمبر ثم وحضرها دكتور مصطفى مدوري والمستثمرين والبنوك وهكذا ثم تم اختيار 18 مشروع منهم فائدين احسن مشروعات في مصد 3 مشروعات خاصة بالمرأة ثلاث مشروعات خاصة مشروعات صغيرة متوسطة مشروعات ناشئة ستارتابس مشروعات كبيرة ويتم تمويلهم يتم اعطاقهم بدوائز مالية 750 الف جنيه للفائز الفائزين و50 الف جنيه للفائز الثاني وهكذا وبعد تكرمهم الآن بتجل الاستعدادات واحنا الحمد لله نجحنا بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة ان يتم استضافة ويتم عرض هذه المشروعات في كوب 28 في دبي فال18 مشروع حاليا احنا بنأهلهم اكتر في بعد بكرة جلسة مع الأمم المتحدة برنامج التنمية عشان يقول للناس دي انت عندك مشروع رائع بس ازاي تقدمه ازاي تعرضه قدام الناس ازاي تعرضه قدام العالم انت عندك فرصة دلوقتي زي السنة اللي فاتت لما عرضنا المشروعات الثمانتاشر في جارب الشيك والحمد لله تم تمويل كتير منهم واصبحوا ناجحين السنة برضو الفترة الاسبوع ده سيتم تأهيل اكتر والأمم المتحدة ساعدهم ثم يروحوا الثمانتاشر مشروع في دبي ليكون سفراء مصر زي ما حالك قلت قدام العالم في ستين الف واحدة هيحضر في دبي يكون لهم فرصة لكل واحد يشرع يا عبد المشروع بتاعه ونحاول نجيب له تشبيك لنجيب له تمويل وبالتالي يكبر ويبين قدام العالم قدية مصر مش بس ملتزمة بالاتفاقات اللي بتوقعه ازاي انها مصر بتجيط حلول مصرية الحلول دي طلعة من الواقع المصري حلول قدمتهاش الحكومة حلول قدمها المواطنين المصرين اللي عاديين في السبعة عشر محافظة وبالتالي احنا فخورين بالعملية دي في الدورة التانية فيها نجاح وحديك بتعرض على الشاشة بتاعتك بعض المشروعات فعلا الفائزة ده المشروع اللي شايفينه ده محرك بيتحط في اي عربية او اي بيوفر في البنزين ويوفر في الطاقة فيه ناس عاملوا غابات من ميهة الصرف الصحي بتستخدم في اخشاب تعمل ببان واخشاب ضد الحريق فيه مشروعات في اسوان مشروع الاول للمرأة انه بيعمل مصرعات للمشروعات النساء وعمل حوالي اربعة وثلاثين الف مشروع فاي مرأة تقدم بالمشروع بتاحها الغية لكن هو بيروج لها وبالتالي مشروع تالي خاص بالدواء اللي انت حطته دلوقتي الدواء اللي هو ازاي صراحته ازاي انه بيخلصوا بينه بطريقة امنة كل دي مشروعات فيها شباب ومرأة مصرية اثبتت للعالم ان انا مش بس بقدم افكار لا انا بقدم حاجة على الارض بتدي حلول مصرية واهم حاجة انها بتحول التحدي بتاع المشكلات المناخية الى فرصة اقتصادية اعتقد من ابرز المشروعات دي كان فيه مشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة يمكن كان فيه معايير خاصة اهلتها للفوز حضرتك ذكرت بعض هذه المشروعات لو تقولنا المعايير اللي ساعدت على فوز هذه المشروعات شوفي اهم حاجة انه تمت السنة الفاته كان فيه وعي وتدريب والناس تشعر انها لما تقدم مشروعات وتتضرب عليها فيه 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 23 حاجة لازم هم يلتزموا بيها على اساس شباب المشروع اخضر وذكي فالناس بنعرف يعني مشروع اخضر يعني مشروع بيستخدم طاقة متجددة طاقة قليل طاقة شابسية طاقة رياح بيقلل انبعاثات بيقدر يعيز استخدام المخلفات فيه كتير من المشروعات فعلا شافت ان في المناخ بتاعها مخلفات كتيرة قالي طب الله طب انا استخدم ازاي اعيد استخدام المخلفات دي واعمل بيها فلوس ذاكي يعني ايه يعني مجرد التكنولوجيا يعني استخدام التكنولوجيا انه هما دول الحاجات الأساسية للمستقبل التكنولوجيا واعادة واستخدام التحديات المناخية لفرصة وكان الحاجة الرئيسية ان في الآخر احنا بنساعده ان هو يكبر مشروعه من خلال شراكات يعني انت عليك تقدم المشروع وانا عليك اشبكك بمؤسسات وطنية ودولية عشان تنجح فبدأ المصرين يفكروا خارج السندوق يفكروا بطريقة للمستقبل ويقدموا والحمد لله الحاجات دي بتنفع وبرضو ان فيها الملكية الفكرية وبالتالي بنحاول ان احنا نساعدهم برضو ان هو في الاكاية ان يحفظوا على الملكية الفكرية ونتأكد منهم نسرع في اجراءات الملكية الفكرية نعرفهم الطرق السليمة لتسجيل براءات الأفكار والحاجات دي اعتقد ده ممكن يدعم الفكرة ويدعم هذه المشروعات بالضبط وفيه شراكات استراتيجية يعني اساس اساس نجاح المشاركة او حضرتك بسألك السؤال ايه اساس النجاح هو الشراكات الاستراتيجية يعني ده داخل فئة الجميع داخل فئة المحصات داخل فئة الشركات داخل فئة الشباب بالرياضة داخل فئة المزارات المعنية داخل فئة القطاع الخاص البنوك وبالتالي نجاح اي عمل ان يكون فيه شراكات استراتيجية فيوصل الانسان العادي في المحليات من الوادي الجديد يقدم مشروع يستكم تقريمه موطنيا وثم ياخد جوانب المالية ثم يبدأ يعمل شركات على مستوى عالمي فبندينه الأداة أن يتواصل من القرية بتاعته إلى أعلى مستوى في العالم دي حاجة عظيمة جدا ساعة السفير يعني من الجوانب الرائعة والمدهشة الحقيقة في هذه المبادرة أنه حق لكل شاب أو كل مصري في أي محافظة في أي قرية أو نجع أو أي مكان من الأماكن الموجودة على امتداد الجمهورية أنه يقدم مقترح أو فكرة أو مشروع في البعد البيئي وبيعتمد على طبعا الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر دي فكرة عظيمة جدا لرفع مستوى الوعي البيئي لدى أجيال من الشباب وأجيال من المصريين مش بس رفع المستوى البيئي ودي حاجة مهمة جدا زي ما سابتك تفضلت لأنه هيكتفلوش من الراهن فيها استدامة يعني إيه لما تقول له أنا يقول لك أنا عندي مشاكل تحديات اقتصادية قل له مع عشان أنت عندك التحديات دي إحنا بتحاول لساعدك أنك تحول ده إلى فرصة اقتصادية واستدامة ودي اللي بتشد الشباب وبتشد المرأة وأنه هامل مشروع من وراء الفكرة دي أو وراء المخترح ده مشروع فعلا يعني يبقى فيه عائد اقتصادي دي بالضبط بالضبط وده بيعملها وهو قاعد بيته على الانترنت مش بيضطر يروح المحافظة ويقدم وراء زي زمان لا هو قاعد بيته بيقدم بيفتح الانترنت يقول أنا اسمي كذا كذا من محافظ كذا كذا وعندي المشروع بتاعي في سنة أربعة سطور ويملي ويقدمه تمت فيه لجان بقى تقييمية على مستوى المحافظات والسنة دي عملنا تطور أن احنا خدنا أحسن أكاديميين في مصد داتنا وذات التعليم العالي على الأساس أن بعض المشروعات دي صعب هيدروجين أخضر هيدروجين أزرق فما يقدرش يقيمها حد عادي أو ممثلين وزارات عادية فجبنا أكبر أساس جامعات مصر شاركوا معنا زائد خبراء بيئيين زائد خبراء من جات الانتصالات بحيث يكون هناك فيه لجان تقدر تبحث وتقيم وتقعد مع الناس دي وتسمعها لما تخلش في المرحلة المؤهلة لها على الأساس أن احنا تقدر تساعدها في الآخر وتدي فرصة وتدي أمل وتدي تقول صورة للمستقبل بالنسبة لشباب مصر وبالنسبة للمشروعات مصر طيب دكتور لو قارننا بين المشروعات السنة اللي فاتت والمشروعات اللي تقدمت السنة دي بعد لما بقى فيه خبرة أكتر وبعد ما بقى فيه وضوح أكتر في المعايير نقدر نقول إيه اللي اختلف في المشروعات اللي تقدمت السنة ده سؤال رائع فعلا لأن أصبح هناك فيه نوط أكبر كتير السنة الفاتت أول سنة كنا نحن مستضيفين لكوم سبع عشرين واتعملت شهرين لكن الناس برضو قدموا ستلاف وتدي المشروع السنة دي ادينا فرصة كبيرة للتدريب والتقييم دربنا المدربين مش كل محافظات مصر بنفس المستوى في الأداء وفي التقييم وبالتالي أدينا وقت يصير إن احنا ندرب الناس القائمين في المحافظات ونفس الوقت ندي عملنا التدريب في عشرين كما وفي عشرين محافظة للناس إزاي تقدم مشروع يعني هو بيقولي هو أنا معرفش أصلا أقدم مشروع مش مشروع أخضر وزكي فدربناهم إزاي وبالتالي والسنة اللي فاتت يعني ما دخلش المشروعات التقيلة دخلت مشروعات طويلة جدا بس اللي هما الناس اللي كانوا عندهم مشروعات قوية وهكذا قالوا ما نشوف هيحصل ليه في الدورة الأولى السنة دي ففيه طبعا مشروعات للسنة اللي فاتت برضو مشروعات قوية وكل حال لكن لاحظنا السنة اللي فيها تفاصيل أكتر فيها عمق أكتر فيها تمويل أكتر فيها إنه قدر يعد المشروع لأنه يعني أخذ التدريب وسمع عن السائدين السنة اللي فاتت ما السؤال اللي بيسأل طب الثمنتاشر اللي فازوا السنة اللي فاتت عملت بيهم إيه؟ فلما يسمع إن في خمسة منهم أخذوا جوائق دولية على مستوى العالم في أمريكا وسويسرا وفي ماليزيا وهكذا ولما يعرف إن أحد المشروعات بدأت بسبع مليون دولار وفي سنة واحدة وصلت لتلتمية واربعين مليون دولار ولما يسمع إن مشروع المرأة دربت تلاتة عشرين ألف عملت شركة لما يسمع كل دي يقول الله لأ طبع أنا كمان أنا عايز أنا كمان أخذش بحافظ ديه بشكل كبير بالطبع حوافظ بهم ما جيد حوافظ على الأرض نحن بنشتغل من ناحية العملية على الأرض ونتائج ملموسة مش شعارات مش نظريات وإن شاء الله بإذن الله 18 اللي حمثلونا ويكونوا خير سفراء كده لمصر في دبي كوب 28 إن شاء الله يعني يحوزوا على جوائز عالمية وتكريم كمان ومشاريعهم تنفذ على الأرض بشكرك شكرا جزيلا سعادة سفير هشام بدر المنصق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية